كما التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية حمزة عبدي بري وذلك على هامش مشاركته في فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقية للتنمية بشرم الشيخة خلال اللقاء أكد رئيس مجلس الوزراء التوجهات الرئاسية بتقديم كافة أشكال الدعم الممكن للصومال الشقيق كما ترح مدبولي إمكانية تعزيز التعاون مع الصومال في مجال استيراد الثروة الحيوانية ومن جانبه أعرب رئيس وزراء الصومال عن بالغ تقدير بلاده للدعم المصري للصومال عبر التاريخ مؤكدا أن دعم مصر المتواصل للشعب الصومالي أسهم في تخفيف المعاناة خلال أوقات الأزمات